شوارع خالية في مدينة تبدو كأنها مهجورة هكذا هي الحياة اليوم في مدينة يوان بؤرة تفشي بيروس كورونا والتي عزلت منذ الأسبوع الماضي بموجب الحجر الصحي لمنع انتشار المرض بالنسبة لأحد عشر مليون ساكن في وان أصبح من المستحيل التنقل تقريبا داخل المدينة لا الحافلات تعمل ولا خطوط المترو فقط عدد قليل من سيارات الإسعاف لا تزال تجوب الطرقات المزدحمة عادة لا أستطيع العودة إلى شانغاي تم تعليق جميع رحلات الطيران والقطارات من المستحيل مغادرة ووهان بسبب إجراءات الوقاية أن سخائفون من انتشار الوباء يقول الخبراء إن الوباء سيستمر لعدة أشهر على أقل تقدير ويتوقعون إصابة عشرات ألاف الأشخاص بهذا الفيروس رئيس الوزراء الصيني كان قد زار ووهان لتشجيع العاملين في المجال الطبي وتعهد بإرسال مزيد من التعزيزات لمجابهة الوباء ترجمة نانسي قنقر